جلسة المداولة تكون أساسية في جميع القضايا من قبل النطق بالحكمة النهائية ينفي قضايا محددة بيتم فيها جلسات المداولة المداولة زي ما قلت لك دائما يشترط لكي تكون في مداولة يجب أن تكون التكوين العضوي للمحكمة أكثر من قاضي تفسير أكثر دكتور طاهم محتاجين أو حبيل نماذج لمثل هذه القضايا يعني مثلا في قضايا جزائية بتكون مصنفة أصلا أنها قضايا كبيرة والغضايا الجزائية الكبيرة في المملكة العربية السعودية وكذلك في سودان وفي مصر وكله ما بينظرها غاضي فرد يتنظرها دائرة بتسمى الدائرة المشتركة وبتكون مكونة من سلاسة قضاة والسلاسة قضاة دي لأي واحد عنده ملف الدعوة يعني هل نفس القضية بتكون يعني فيها أكثر من يعني هي قضية واحدة ولكن داخلها قضايا يعني متشابكة لا هي قضية واحدة لا 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 ما تفعل هي قضية واحدة طيب يعني مثلا فيها متهم أو متهمون اللي هم ذلك قدام المحكمة نفس القضية بتسمع فيها أدلة الادعاء وتسمع فيها أدلة الدفاع وبعدين الغضاة السلاسة دي لأي واحد عنده ملف الدعوة فأي واحد بمشي بيدروسها وبيصل فيها لغرار ثم يتمع في هذه المداولة وكذي ما قلت لك بتكون سرية وبتناقشوا هذه يعني مثلا القاضي الأول قال إدانة الغاضي الثاني قال براءة الغاضي الثالث قال إدانة فهين الحكم بيكون اتضح عنه إدانة أغلبية الآراء فالمداولة هي بتكون في المحاكم اللي هي مشكلة من أكثر من غاضي واحد الغاضي الواحد لا توجد مداولة في في قضيته لأنه هو الوحيد هو هو الوحيد في هذه المحكمة فبالتالي ما ما بيتعارض رأيه مع رأي آخر لكن عندما تكون الدائرة مكونة من ثلاث أو من خمس قضات فممكن أن يختلف الرأي غاضي من الآخر ولذلك تتم المداولة لكي يصلوا إلى حكم يعني جمعي يتفقون عليه بالإجمع يجمعون على إدانة أو يجمعون على براءة ترجمة نانسي قنقر